أهلا مرحبا بكم حبيبي متتبع القناة نتمنى تكونوا بصحة جيدة اليوم هذه القدوات اللي مضلين تيجوا رائعين تيجوا ممتازين لا في شكل ديالهم ولا في الوقود ديالهم ما نقولش لكم المهم نبقى مع المقادير وطريقات التحضير هذه المقادير اللي غادي نحتاج عندي هنا يا واحد البيضة وربع كاس ديال السيت وربع كاس ديال سانيتا ديال العنبة وكاس ديال العنبة ديال عصر الليمون وعندي اه خميرة خميرة وعندي ديال نص ديالها وعندي الفاني وعندي واحد شوية ديال القرقاء شو شوية ديال اللوز هناك ناخد شو شوية ديال اللوز او لا مهم تاخد واحد مئة قرام ديال اللوز وغادي تبحنواتي ولي بودر ثم طحننا الماء مكان نحطوه في جيش ببيني ونخليه بابا وده بندسو الخليط اللي غادي نجيرو كنناخد دكر البيضاء وغادي نزيد عليها شي شوية ديال الملحة وغادي نطربهم زيان عبا تطرب اليدوي نزيد عليهم داك 4 كاز ديال العنبة للزيد هنا ما عندي سني دمتو فراخ ديال جيش طوبات ديال السكر وغادي نديرهم في عصر ديال البرتقال باش يدبو لنا لكن فنا نقول لكم كنقدي بأي حاجة عندي وهنايا غادي نزيد الفانيتا هو موسيقى في المقامة هذا المزان يتجمع لنا كوش الخليط ونزيد عليها كونس بودر موسيقى موسيقى سوف يتملون جينه الخليط يجب أن نضغط عليهم الطقيق الكافي مهم أنتو ميلة لديكم اللوز كثير من الأفضر تضيعوا اللوز كثير من الطقيق مهم أندت هنا نص نص نضغط عليهم واحد نص خمارة ديالة الحلوة سوف يكون ملانجة كل شيء مزي مهم غادي يكون لنا بحل خلط الكيك ثم سأقوم بحل خلط السرخ ومقسمنا بانيدي غير طريفة لن 양بضى واللحم على الخالط سأأقوم بصور سيليكون السيليكون ونضغط عليهم الخالط المهم أننا نضغط عليهم الخلط لم أصدقهم ثم سأقوم بحيانة سوف نزيل الحشو رائعة ممتازة انا لدي ريبي درهم سوف نزيل معلقة صغيرة سكار و معلقة صغيرة ميزينة استعملت هنا يدقيق سوف نزيل معلقة صغيرة سوف نزيله على نار ودائما بقى مستمرين في التحريك لكي لا يتحرق او لا يلصق وكيف لا ترون لغة يجي رائعة يجي حسن من ذلك الملوين اللي نشيل وصناعي سوف نزيل معلقة صغيرة ونضعه من فوق الخالف سوف نزيل نصف عاجين لاناناز سوف نخلص الاناناز وهو لاناناز سوف نضع السكر وضح سوف نضعه جيد ونضعه من فوق الخالف تباوك 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 نعم تباوك هذا الشكل تباوك المهم أن تخطروا الألوان التي تريدونها أو لا تخلوه كأكنات والمدير فيهم أو لا تأتي بالداد ولكن هذه الطريقة جيدة 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 وصفوا الطبقة اللي بقى لنا ديال الخليط نضعه من فوق دك الحشو من بعد ما طابوا هذا وشكي ديالهم وصفوا ونحيدوهم المهم أن أريد أن أريكم طريقة اللي لا يريد أن تحيدوا لي من الأحسن نشد مع القاة صغيرة ويحيدهم بسهولة كيف تروني كيف تروني ويكونون صغيرين ويكونون صغيرين وفي الأخص أحطيتهم فأنا أخذتهم في جانب لطس كافي وكيف تروني ويكونون جيدة لديهم أحد ريبي ورمان أو إلا يمكنكم تضيعوا لطس كافي قد تضيعون ويكونون بيد وتضيعون فيها نس كافي كيف تروني اتمنى ان اعجبكم على طريق الفيديو اليوم لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس اقدمتم في امان الله الى اللقاء